بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بالكرام اخواننا المهتمين بشؤون زراعة البيوت المحمية اهلا وسهلا بحضراتكم والموقع اللي قدام حضراتكم ده هو موقع جديد لسه بدئين نقيم عليه بيوت محمية فعلشان نبدأ نقيم على الموقع دهوت بيوت محمية في اسس او اشتراطات اللازم تكون متوفرة في الموقع دهوت علشان اقدر اخسر فلوس وحطها في البيوت المحمية دهيت المكلفة جدا لابد يكون الاشتراطات ديت متوفرة او متواجدة في الموقع اللي انا اقيم عليه البيوت المحمية دهيت تمام الاشتراطات ديت في بعض الشروط ممكن اتغضى عنها يعني اقدر في ايدي ان انا اعدلها وفيش اشتراطات او اسس لا يمكن اعدلها ولو تواجدت حاجة مشكلة من المشاكل دي بقى لازم اخلع على طول زي ما حضرتك برضو عايز تروح تتجوز كده معنىش انا بضرب مثل والله المثل اعلى يعني بضرب لحضرتك مثل عشان ابسط لك المعلومة عشان حضرتك تروح تتجوز واحتختار عروسة يبقى فيه اشتراطات ممكن تتغضى عنها وفيه اشتراطات لا يمكن تتغضى عنها تمام والمثل عندنا في مصر بيقول قبل ما تخطب دور لابنك على خالي يعني اختار واحدة اصلها طيب عشان ينعاكس الاصل الطيب دوت على تربيت اولادك فيما بعد معلش انا ببسط المعلومة وبقولها للفلاحي خالص لاني انا بخاطب مجارع ربما يكون متعلم او مش متعلم علشان يفهمني وافهمه مش كل الناس مهندسين ولا دكاترة ولا الكلام دوت عجبك كلامي اسمع للاخر وعلى راسي من فوق مش عجبك كلامي برضو ما تسمعش ولا تسئلي ولا اسئلك وبرو على راسي من فوق ما تسمعش الكلام ولكن انا راجل ريفي يعني ممكن اكلمك بمصطلحات انجليسي وكلام ده كلته اعمل نفسه عن ترفجلة وفي الاخر هتطلع صفر اليدين تمام يبقى اول حاجة اول اشتراط في القصة دي اولا مصدر المية جميع لازم مصدر المية عندك يكون كويس المية عندك لازم تكون عزبة مية ملحة نو ما تزرعش اطلاقا لو عندك مية ملحة نو ما تزرعش طيب انت عندك انت عندك المية الملحة طيب لو لكام يا باش مهندس نقبلها انا عن نفسي وبقولها لك بصراحة عشان تحصل على محصول جيد ومحصول يغطي تكلفة البيوت المحمية يبقى ما تعملش نفسك شاطر وتروح تزرعلي على الفين ولا على الف وخمسمية وتقول لي لا ده اصل جاري زارع على كده معاك يا سيدي هو زارع بس مع المدى الطويل القصة بتاعته الارض بتاعته هتزيد الاملح فيها مستوى الاملح ايزيد سنة عن سنة نتيجة انه بضيف مية ملحة تمام فاذا كانت الارض عندها حضرتك رملية انا يعني ممكن اقبلها لحد 800 تمام تمام 800 بي بي ام اقبل ارض رملية تروى بمية ملحة طب ليه بنقبل الارض الرملية بان هي توصل للتمنمية وماشي تسعمية لو الف هقبلها بس هبقى ايه يعني تعبان منها شوية مخنوق منها يعني تمام ليه بقبلها بكده لان الاراضي الرملية المسام بتاعتها واسعة النشاط الكيميائي بتاعها النشاط الكيميائي اللي على حبيبات التور ما بيبقاش نشطة او كيميائين وبالتالي بتتغسل بتتغسل الاملاح بتتغسل في باطن الارض مع مية الصرف تمام وبالتالي في مجمله الاراضي الرملية مبتاح اراضي غربلية اساسا المسام بتاعتها واسعة القوام بتاعتها مفتوح المية اللي بترميها من فوق بتنزل على طول تحت تمام بتروى في اليوم 3-4 مرات ممكن في الصيف فالاراضي دي ما بتحتفظ في المية بعكس الاراضي التنية انا لا ارجح المية اللي بتروى بها الاراضي الرملية ان هي تزيد عن 500 او 600 ببي ام اكتر من كده ما ينفعش في اراضي طينية ايوة في اراضي طينية موجودة في اراضي طينية بتنزع في مصر في اراضي طينية في نسبة املاح دي طبعا اراضي اللي رملية بتحتفظ بالاملاح في في سوريا اراضي حمراء ولكنها مش طينية ولكنها أرض حمراء بتحتفظ بالمية أو نفس خواص الأرض الطينية برضو دي فها مشاكل في أنها بتحتفظ لي بالأملاح لو أنا بروب مية ملحة في بعض الأراضي في الوديان بتاعة السعودية واليامن وغيرها تمام؟ ففي الأراضي الطينية أنا أرقى أرجح أن المية تزيل عن 500 بي بي ام وقدرت كمان تنزل فيها نزل كمان يب إحنا نصدر المية ده لا يمكن يا جماعة لا يمكن لنتغضى عنه مية ملحة إخلع وما تزرعش أبداً لأنت بتخسر تمام؟ دي رقم واحد دي رقم يبقى خلصنا المية طب رقم اتنين بقى هي نوعية الطربة تمام؟ قبل ما أبدأ في نوعية الطربة في حاجة جماعة لو لقيتوها في الأراضي عندكم بالله عليك عشان خطري أبوز ضوافر إيديك ورموش عينيك إن ما تودي لو الأرض اللي عندك دي تزارعت قبل كده تزارعت قبل كده سواء كانت أرض رملية أو طينية وتزارعت قبل كده يبقى قبل ما تفكر أساساً حتى في المية تروح على النيماتود تمام؟ تاخد عينات من الأرض بتاعتك عينة ممثلة معينة ممثلة يعني إيه؟ يعني ما روحش على حفة الأرض كده عايز أقيم الأرض على اتنين فدان ولا حاجة أخذ شوية من الاتنين فدان وأروح لا أروح أعمل عشرة خمستاشر قطاع في والمفروض ستاشر قطاع في الفدان ستاشر نقطة تاخدهم من الفدان الصح يعني تفتح عينة تحفر حفرة على تلاتين متر وتقعد تاخد بإيدك ونت طالع من جدار الحفرة كده من تحت الفوق وتعب بيهم في كازاكيس وتيجي على رأس الأرض وتخلطهم في بعض وتاخد عينة ممثلة وتروح بيها لمعهد البحوث أو كلية زراعة وتقول لهم يا جماعة أنا عايز مستوى النماتودة أو تعداد النماتودة في العينة دهية هيكون كام إذا لقيت فيها حتى نماتودة ولو أقل تعداد وإنت لسه ما عملتش البيوت المحمية اهرب وما تعملش بيوت المحمية في المكان دي تمام؟ يبقى النماتودة دي لا يمكن أتغضع دي مصيبة سودة يعني أنت بتدمر نفسك أنت بتدمر المشروع من قبل ما يبدأ أساسا تمام؟ نوع التربة يا جماعة أنا لو بختار بين التربة التربة الرملية ولا التربة الطينية أولا أنا عامل فيديو بتكلم بيقول عنوان الفيديو ابحث عنه في بنورامة زراعية وممكن أحطه لك كمان عنوان الفيديو بيقول لي إيه؟ بيقول هل يمكن إقامة الصوب على الأراضي الطينية موجود الفيديو عندك ومتكلم فيه باستفادة ولكن أنا لو مخير بين أراضي فيها أراضي الطينية وأراضي رملية أخذ أنهي أرض الأراضي الرملية هي الأفضل لنموه الخضر لأن أنت في البيوت هتزرع خضر فالأراضي الرملية هي الأفضل ليه الرملية هي الأفضل؟ زي ما قلت قبل كده أن الأراضي الرملية بتحتفظش بالمية تمام؟ وبالتالي جزور النبات التهوية تبقى كويسة بالنسبة للجزور لو التهوية كويسة بالنسبة للجزور وتحتفظ المية ده تفكرك بإيه؟ بأن الرطوبة هتبقى أولية في منطقة الجزور إذن فأعفان الجزور هتبقى خفيفة عندي قدر المستطاع عن الأراضي الطينية الأراضي الطينية بتحتفظ بالمية بتحتفظ بالمية وبالتالي احتفظها بالمية دهوت بيحتفظ لي بكمية عالية من الرطوبة سواء الرطوبة الأرضية اللي هي الرأي أو الرطوبة الجوية اللي موجودة في جو الصوبة تمام؟ طب لو الرطوبة عندي جيدة تحت هتعمل لي إيه؟ هتعمل لي مشاكل في أعفان الجزور طيب لو عندي الرطوبة عالية في جو البيت المحمة هتعمل لي إيه؟ هتعمل لي مشاكل وأمراض فطرية وبكتيرية كمان فيه بالنسبة على المجموع الخضري إذن الأراضي الرملية مفضلة عن الأراضي الطينية تمام؟ أراضي الرملية مفضلة عن الأراضي الطينية أراضي الرملية طبعاً بتبقى عكس اللي أنا قلته بالنسبة للأراضي الطينية تمام؟ فضل لنا حاجة جماعة كمان بنقول عليها هي التوبغرافيا الأرض يعني المرتفعات منخفضات بتاعة الأرض بالله عليك ما تروحش كده تزرع لي مثلا في وادي والوادي ده تعريفه جغرافيا هو منخفض بين جبلين تمام ما تروحش في وادي في منطقة مطيرة وتقيم بيوت محمية إذن لو حصل عندك عصيفة مطارية ابتدت المياه تيجي من هنا وتيجي من هنا هيحصل انجراف للطربة لية وهتبهدل لك البيوت المحمية وما لنعمل في إيه؟ اعمل في مكان مرتفع أو مستاوي بالأراضي اللي موجودة عندك تمام بالأراضي الموجودة يعني منطقة تكون متساوية كده أو متساوي مع الأراضي اللي جنبها المكان المرتفع فيه مشاكل بردو فيه إنه هو بيكون عرضة للرياح وعشان يكون عرضة للرياح بس طبعا التوبغرافيا بتاعة الأرض دي بقى من الحاجات اللي ممكن إيه؟ اللي ممكن نعديلها بمعنى إن أنا هصلحها هسويها هعمل أي حاجة بحيث إن أنا يعني ما تأثرش فيها الحاجة دي أما مصدر المياه والنماتودة ونوعاته التربة أو مصدر المياه والنماتودة بيزد اللي ممكن أتغضى عنهم إذا كيفين فيه مشاكل أخلع ولم العدة بتاعتي وامشي ما استناش خالص تمام؟ طيب بالنسبة لإقامة البيوت المحمية مرحش في مكان مفتوح يا جماعة وخاصة خاصة حطي دي تحت دي ميت خط وخاصة إذا كنت بعمل بيوت محمية وهتكون مغطاة الغطة بتاعها يكون بلاستيك البلاستيك طبعا بيبقى شرايح والشرايح سهلة في الأماكن المفتوحة إن هي يحصل لها بالطير أو هتتقطع أو يحصل لها أي مشاهد طيب في الحالة دي طب لو ما عنديش الحتة دي تقدر أزرع جزورينا مصدات رياح من الأربع جهات ولكن يشترط إن بين الجزورينا وبين البيوت المحمية من الأربع جهات لا تقل المسافة عن 7-8 متر بحيث إن لا يفيه ظل ييجي ولا فيه جزور من الجزورينا تدخل لي جوه أو أي نبات اللي أنا هعمل بيه مصد الرياح ما يكونش قوي يعني بيكون بعيد عن البيت المحمي عشان الجدور وعشان التزليل ما يحصل لس تزليل على البيوت وبالتالي تحصل لي مشاكل بالنسبة للمنطقة اللي تبقى مظللة بالنسبة لدخل البيوت المحمية تمام؟ ده اللي أنا أقدر أقوله لحضرتك بالمختصر المفيد في الاشتراطات الواجب توفرها أو الأسس الواجب توفرها في الأراضي التي يقام عليها البيوت المحمية شكرا لحضراتكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته